فيه اتنين عايزة عليك عنا. كهربا ومعلول. كهربا مكمل مع الاهلي وانا لأ معلول هيجدد مع الاهلي وانا لأ. طب قبل ما قولك كلمة عايزة يقول بيسا على محمد صبح. اه. الاهلي عنده سابع خراس مرمو. هجيبها اتفاوض مع محمد صبح دي. اه. والسبعة كلهم افضل من بعض. اه. الاهلي مؤمن مؤمن مستعب الحراس المرمو عشرين سنة لقدام. حلو. الناس قعدت تشكك في مصطفى شبير. مصطفى ادراتي الشناوي. اه. مصطفى شبير. الزنفولي مش همدد. بص. انت المرحلة انت الزنفولي اللي هو يعتبر باثنين او ثلاثة مليون جنيه. يعني رقم. في ظل الارقام نسمحها رقم قليل. الاهلي مش همدده العرب بتاعته هتتنتهي. بنهادر مش مهمش. الشناوي. مصطفى شبير. حمز علاء. مصطفى مخلوف. يعني انت لو انت وصلت في كل الحراس دول. كنت بتدول ليه على ابو جبل. وبتدول ليه على بس. لا. انت بتجيب واحد خبرات هنا عشان تسجلوا افريقيا. هنا فريق كبير جدا. بس س راحك على حاجة. فضل. خلنا بس تتكلم على صفحة. ايه. انت بتجيب واحد تخوفا من. انت برضو كجهاز فني. ما كنتش عندك الثقة الكاملة في الشناوي. انت لو الشناوي تصاب. شبير ولا شناوي. مصطفى شبير. لو مصطفى شبير حصل اي حاجة. كنت مثلا حمزة علاء. خد بالك دي الحتة المهمة عشان ده سؤالك. حمزة علاء هيمشي بعد اسبوعين. هينضم المعسكة المنتخب اللون بي. تمام. فانت الاهلي. كما هو متوقع كل سنة الاهلي بيت اهل السمي فاينل. فالاهل لو لا قدر الله مصطفى شبير تصاب. هيبقى مصطفى مخلوف لوحده. حارس اساسي. وخد بالك لما يصابت الشناوي ما كانش حد عارف ان الشناوي هيرجع نهاية شهر ابريل. او نص شهر ابريل. كانوا كله كله عن التانية الموسي. فبالتالي كان الكلام تجيب حارس تاني يكون موجود معهم. يتسجل لأفريقيا عشان كده. وبرضو بعد ما جبته ما تسجل. مالحيته تسجل لأفريقيا. يعني حتى بعد يجبه تسجل. فبالتالي الاهلي عنده ست او خمس س حراس مرمى. معك لحد مرد 2008 وحد اسمو اياد تامر. ده حراس مرمى. وكل دول حراس مرمى منتخب. فبالمنطقة انا في سن محمد صبحي عندي ثلاثة. ثلاثة. مصطفى شبير. حمزة على حراس منتخب بلومبي. مصطفى شبير هو هيدخل منتخب اول. وعندك الثالث مصطفى مخلوف. وده موهب. مسمح لي ان انا علق بس مع عودة الشناوي. مصطفى شبير يرجع على مقاعد البودلاء. ولا الشناوي هيقعد على مقاعد البودلاء. ولا واحد منهم هيخر في السنة الجاية. ايه لسمتي السؤال حادي جدا. مدرب عنده خمس حراس مرمى يختار. طب ليه ما تقولش مصطفى مخلوف. ليه ما تقولش حمزة علاء يلعب. ايه المشكلة فيه. لانه مصطفى شبير مؤادم مصطفى. وانا المفروض ده. المفروض ده مسأل السؤال ده. اسأله بشكل تاني. اقول ايه. مشيليان كون ده. يستحق قيمة الفلوس اللي ياخدها دهب. لانه عرف يخلي الناس توصل لسؤال من يلعب من ثلاثة موجودين في النادي الاهل وكلهم ي ده السؤال. بدل ما انا اعمل فتنة واقول في السكري. بس هو مرسل كولارترا وقال. ايه مش فتنة وزعف حكيمة. لا 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 بقدر انت. وعلى فترة ما حدش. انا قلت. بس هو مش فتنة. ببساطة شديدة. لا. السؤال يتسيله يا سكريمية. ما انا هقولك بس موضوح. انه انا تحديدنا السؤالي كان حتى مع الكابتر احنا فاوز من شوية. انه فاينال افراك يا مثلا شو بيت عامل مسيرة عظيمة في دورة افراك. ما يستحقش ان هو يبقى موجودة عندك كم لا لا. ما فيه مدرب تاني. يعني مثلا الراجل فريان مدريد انشلوتي. كورتوة مصاب. قول انه متقلق جدا. جدا. بس لما كورتوة يرجع. هيلعب اساسي. ما فحش ظلمه ومس ظلم. انا بس اقل انه هل تكمل بحارس. اقدم مسيرة رائعة في البطولة. او اللي ترجع الحارس الاول في مصر اللي هو محمد الشناوي. ده سؤال منطقي يسأل. تمام. على فكرة السؤال انت بتسأله مين. اه. برضو خلنا بقى صورة. تتسأله الكابتر محمد فوزي. اولا مد مدارب حراس مارمو. كان حارس مارمو. مدارب حراس مارمو منتخب دلوقتي. تمام. الفين وتمانية. فدا سؤال منطق المدارب حراس مارمو. صحيح. لكن السؤال بتردد في العلم لأي حد بيقعد قدام اي ضيف. يتقال له. بعد عودة كازم. طب ما تقول النقطة التانية. ده ما شفتش واحد. ما شفتش واحد بيتكلم ويقولك. طب ماشيل يانكل عمل ايه. ازاي انك تصنع. احنا كنا في فترة من فترات قريبة جدا. من هو بديل الشناوي في مصر. مش في النادي الاهلي بس. انت وصلت المرحلة دلوقتي. انك بتقول انت عن درب حراس مارمو. طبعا. فالسؤال اهم. اسم مشي ليانكل اتحط مرة. على الفقر مشي ليانكل مشي من خالتي. عشان بيسم المفضوع. بس لازم ليشهاده بيه. طبعا.